بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة الأخلاق المهنية والتشريعات أو professional ethics and legislation إذا نحل ذاتي على بعض بإذن الله تعالى أسئلة كمراجعة كده على المنهج بتاع الميت ترم الميت ترم جاي في أول أربع محاضرات اللي حنا شرحناهم في الثلاث فيديوهات اللي فاتوا أتمنى تكون سمعتهم ولو ما سمعتش ركز معي الطايم لاين دلوقتي الفيديو اللي قدامك الوقت اللي موجود تحت هتليم تقسم لو أنت عايز ترجع مراجعة سريعة جداً أنا والله هراجع عشان نفتكر أنا أصلاً الدنياكا بتتكلم عن إيه فأنا هراجع في أول عشر عشرين ديئة خمشر ديئة كده هلف على السلايد سريعاً معرفش يبقى في كم ديئة بعدها هتليمي حلل لك أسئلة خلي نفتح كده الفايل هتليمي حلل لك أسئلة من الميت ترمات السابقة هون فيش غير ثلاث امتحانات بالظبط امتحان ميت ترم سابق وامتحان فاينال سامر واخد منه نصه كان ستين سؤال ثلاثين منهم على الجزء اللي هو بتاع الساكاشن وتلاثين على المحاضرات فاحنا هنحل الثلاثين بتوع المحاضرات كاملين كلهم علينا ويعني إن شاء الله الأسئلة تيجي أصلي خلي بالك لو نقول الأسئلة هتيجي مش معنا أن الأسئلة هتتكرر لا هو لازم أن يسألك عن الموضوعات دي فأنت لما تيجي تذكر ما تحلش السؤال ده فقط حل السؤال واعرف إنه ممكن يسألك على حواليه اللي هو سألك عن الموضوعات كونتراكت أعرف إنه ممكن يسألك على الكوست بلاس بنفس الطريقة أو على اليونت اليونت برايس أو على الطرية كوست إلى آخرية أتمنى كنت سمعت الشرح يعني ولو ما سمعتش مش مشكلة إحنا هنحل الثلاثين على بعض وخليك بإذن الله تعرف تحلهم إزاي وبعدها هتنحل لك أسئلة من امتحان قبل كده امتحان قديم خالص تقريبا 19 أو 18 بعدها هنحل أسئلة الكوزات اللي احنا أصلا حلنا عافية ما فيش ولا سؤال النهاردة ما حلناهوش قبل كده كلهم كانوا نحللهم في الفيديوهات متقسمين عليها كل درس باللي تابعه بس المرة هنحل الامتحان على بعض بقى كله خلينا قبلها نلف على السليد سريعا كأنك واحد فهم أو كأنك واحد عايز تعرف مضوع السريع الموضوع بيتكلم عن العقود إزاي عندنا مشروع معين عايزين ننجيزه فإزاي نكتب له العقوب بتاعته وإيه المراحل اللي هيمر بيها أصلا العقد أو هيمر بيها المشروع نفسه وكأننا خدناها في البروجيكت منجمنت لو أنت مسجلها البروجيكت لايف سايكل أو دورة حياة أي مشروع بنعمل في الأول حاجة اسمها الفيزيبيليتي ستيج أو الفيزيبيليتي اندستراتيج ستيج لمرحلة دراسة الجدوى بنقرر فيها إذا كنا هنكمل في المشروع دا ولا لا بناء عن إحنا هنعمل دراسة الجدوى لي جدوى يعني هنشوف المشروع دا مجدلين ولا لا هي دي المرحلة هيجي يقولك في امتحان هدف المرحلة الأولى اللي هي الفيزيبيليتي ستيج دي إيه تقوله الهدف أن أنا أقرر هاكمل في المشروع ولا وقفه أعمله ولا ما عملوش هيفيدني ولا ما يفيدنيش ديزاين ستيج خلاص استقررنا أن المشروع هيتعمل بنيدى نعمله تصميم المرحلة دي هدفها نحدد فيها كل تفصيلة خاصة بالم المشروع The aim of the design stage is to define every detail of the project إن أنا أعرف كل تفصيلة في المشروع خلي بالكبان معي السؤالين دول هيجي أحدهم في الامتحان أو كلا هما اللي اتنين جايين إيه الهدف من مرحلة الفيزيبيليتي إلى مرحلة دراسة الجدوى إن أنا أقرر هتكمل ولا لا إيه الهدف من الديزاين إن أعمل فيه كل تفصيلة خاصة بالمشروع بعدها خلاص عملنا تفاصيل وديزاين المشروع نعرضه للمناقصة للتندر تندر يعني إيه بنلم الناس المختلفة للمقاولين ونقول لأي واحد نقول لهم وعودوا كتب مكان واحد عندنا المشروع بتفاصيل واحد اثنين ثلاثة اللي احنا عملنا لها إيه تفاصيلها في الديزاين مين فيكو يقدر يعمله وكل واحد يقول لي العرض بتاعه يقدم لي البد بتاعته العرض فالأولين يقول لي أنا أقدر عمله بكذا والتاني يقول لي أنا أعمله بكذا وأعمله بالتفاصيل الفلانية لحد ما أنا أستقرر نختار واحد منه طيب اخترنا واحد منهم يكده مرحلة التندرين خلصت ويبدأ أو الكونتراكتنج الاتنين تندرين يعني مناقصة وكونتراكتنج يعني كتابة الع عقد كنتراكتنج يعني عقد كنتراكتنج يعني مقاولة أو كتابة عقد المقاولة هي عقدة أصلا عقد بيلتزم في أحد الأطراف للآخر بتأدية مهمة معينة مقابل من المال في مقابل قدر من المال استقررين على واحد هيعمل واحد من المأولين هو اللي هيعمل المشروع بيبدأ يكون ينزل على مرحلة ويبني على أرض الواقع في الآخر خلص الشغل بنبدأ نعمل تست نتأكد ان الكلام تمامه وعمله بشكل مصبوط كما تم الاتفاق عليه وبيحصل حاجة اسمها تسليم مبدأي ومرحلة ضمان كده للجودة والجودة وفي الآخر بنتسلم الموضوع كاملا بنتسلم المشروع كاملا وبيقى معنا بفتر الضمان ويبدأ المشروع نشغله ولو حصل أعطاء ليجي يعملها صيانة ولو عندنا موظفين محتاجين يتمرنوا على المشروع ده مثلا عشان يستخدموا مثلا عملينها محطة مترو ولا حاجة هو اللي بيجي يمرني الى غير ذلك هو ده بقى الكرام المتقلق هنا بالتفصيل يعني مش ينفعني عايزي تشارح الدرس تاني انا بقى لفلك على المهم في مرحلة الدزاين لازم نعمل دراسة وحب نعمل تفاصيل المشروع نحط دايما في اعتبارنا اي سيناريو غير متوقع ممكن يحصل قدام دايما نسميه الرس كاانالتي زي مرحلة بتبدأ مع الدزاين ولكنهالا تنتهي معه بنبدأ ناخد في اعتبارنا المخاطر المتوقع بدأها من مرحلة الدزاين وحنا بنديزاين ليه تانى مرحلة واحنا نزان المشروع بس بنبدأ المكملين معها تول ما احنا بفقية الخطوات وحنا بنكون بناخد في اعتبرنا والاسنا بنح crowdogi في اعتبارنا يبع هي حاجة 재معاد يتسانة شانشة فصلت بتبدأ مع الديزاين ولكن ليه تنتهي معها وكل ما يبقى عندك معلومات أكتر كل ما الديزاين ما الريسك بتاعك يقل ميبقاش في مخاطر لو أنا عندي تفاصيل أدق للمشروع مش أمعرض أن يمشي بشكل غير متوقع قدام لا هيمشي كما توقعت إن شاء الله وكل ما يكون في مخاطر أعلى كل ما أنا أبقى معرض لزيادة في الأسعار يعني ألبس في فلوس أزياد هيجي لك صح وغلط السؤال ده كل ما يكون في مخاطر أعلى ده هيقضني لإيه أو فلوس أكتر لأنها هيحصل سيناريوهات غير متوقعة نحتاج بقى material أزياد نحتاج عمالة أزياد إلى غير ولهذا يجب ان توفير معلومات أكتر عن المشروع عشان ما نقعش في هذا الفخر مرحلة المناقصة يعني إيه تندر هو عبارة عن invitation to bid for a project or accept a formal offer يعني بنلم الناس بنعمل دعوة للناس عشان يجو يقدموا إيه عطاءات كل واحد يقول لي العرض بتاعه اللي هو بنسميه bid عشان ينفذ المشروع بتاعي أو يقبل العرض اللي أنا بعرضه عليه يعني دي بنسميها إيه مناقصة تندر السؤال دا بيجي في انتحان كتعريف أهي بشاولك على مهمة في الشرح قلنا كل حاجة المهم هو ده طب التندر نفسها عمية المناقصة حاجة بتاع العملية اللي بتتم من خلال الحكومة أو ما يشبهها من المؤسسات المختلفة واللي فيها بيدعو الناس إن يجو اللي هم من الأولين يعني عشان يقدموا عطاءات لمشروع معين الدولة عرضاء أو الشركة دي عرضاء ويختاروا الأنسب منهم فبيقدموا إيه بيينفايت البيتز لناس يجي تقدم العطاءات بتاعتها للمشاريع الضخمة ذات مصت بي سبمتد وإذن فاينات دي دلاين ولا أكينك شفت الكلام ده يبقى أنت فيمت يعني إيه تندر الدعوة العامة عشان الناس يجي تقدم العطاءات بتاعتها أول ما تشوف انفتيشن تبيد حط تندر على طول أي دعوة بنلم الناس عشان نختار مين اللي هيعمل المشروع بتاعنا دي من سميها تندر أنا للأسف مش قادر أتكلم بسبب قاعد فوضع مش تزيز يعني المكان ما بحبش أتكلم وحد سميها يعني بس يسطر طيب والتندرينج عملية بالتندرينج ببساطة الحكومة أو غيرها المناقصة نفسها عملية المناقصة نفسها حلو عشان إيه نلم الناس المؤولين ويختار نختار واحد منهم نشوف عطاقتهم كلها وبعدين نختار الأنسب لأداء هذا المشروع طيب هدف المرحلة دي أن نختار واحد من المؤولين يعمل لنا المشروع بتاعنا ونمضي معه العقد ونكتبه ونزبط الدنيا ونحضر لأولاء كمان كل حاجة نمضي معه العقد ان هو يعمل المشروع ده فأول حاجة هدف المرحلة ثلاث حاجات كلهم شاه بعض أن نختار أفضل نوع من العقود اللي هنعمل على أساسها المشروع ده وهو وريك أنواع العقود كمان درس بالزبط وأن نحضر الورقة الخاصة بالعقد ده وأن نكتبه التلاتة دول صح يجي لك في السؤال يقول لك هدف مرحلة التندرينج إيه؟ إن أنا أختار أفضل نوع من العقود اللي هستخدمها أوه مثلا في مشروع تلع معقد جدا فأختار له مثلا الكست بلاس مشروع تاني لأ بسيط وعارفين أوله من آخره نختار له اللمسم هناخد الكلام ده في الدرس اللي وراء نفودي انت خدته أصلا معي خلاص طيب اخترنا النوع العقد ولا إن احنا نحضر أوراق العقد برضو صح ولا إن احنا نكتب العقد صح ده الثلاث حاجات دول هم أهداف المرحلة دي يبقى تختار ساعتها أو السؤال ده في الامتحان أنا بشغل لك على جاي في الامتحان إيه الحاجة بقى اللي إحنا نكتبها اسمها عقد أو عقد يعني هنكتب عقد بنا وبين المقاول نقول فيه إن هذا المقاول يتعهد بأداء المشروع الفلاني مقاول مبلغ من المال قدره كذا بتفاصيل النوع للعقد بيكون ليه تفاصيله كل عقد ليه نظام في أنواع للعقود فده العقد معناه إيه هو وعد ولكنه محكوم من قبل القانون بيلتزم فيه واحد أو أكتر بأنه يعمل حاجة أو ما يعملش حاجة معينة يعني بلقول له أنت واجب عليك في العقد ده بموجب هذا العقد أن تفعل المشروع بالطريقة 1-2-3 وقال لا تفعل في هذا المشروع 1-2-3 ما تضرش البيئة ما تخبطش في أماكن أثرية ما تخبطش في مواسير ما هي تقل لأخيره بقى أنا بدي أي مثلة فأول ما تشوفوا الانتحان يعني وعد محكم بوسطة القانون أو مطبق بوسطة القانون واللي بيلزمك بأداء شيء أو بالامتناع عن أداء شيء معين ده بنسميه عقد أو كنتراكت حكتين هيجوا في المتحان تعريف تندر على طول طيب تعريف كنتراكت هو عقد أو شيء ملزم من قبل القانون وعد من قبل القانون ملزم ملزم للطرفين اللي يتخلف عنه يعرض للمسألة القانونية التعريفين ده ليجوا في الانتحان طيب لو حد امتنع فايلز تو كيب ذا بروميس الاثر الطرف التاني إز انتايتل انتايتل تو ليجل ريدرس يقدر يروح للمحكمة ويطلب تعويض قضائي أو محاكمة قضائية للطرف اللي امتنع عن الأداء العقد ده أو تنفيذ موجبات العقد وبياخدوا في اعتبارهم أسئلة كتيرة جدا في المحكمة ايه هو العقد كان بينص على ايه من اللي كسروا ايه التعويض اللي كان منصوص عليه في هذا العقد للطرف المتضرر خلو ده كينا عليه بالشرح في التفصيل طيب العقد نفسه بقى ليه خطوات عشان نكتبه اول خطوة بنعمل ايه اول حاجة بيتكون العقد من سبع خطوات رئيسية دورة حياة العقد يبقى نركز معايا كده احنا خدنا لحد الان حتتين حلوين جدا البروجيكت لايف سايكل بيمرر كم مرحلة سبع مراحل بعدها ننزل نتست اللي احنا عملنا له نسلمه للراجل والراجل يبدأ يشغله ولو فيه سيانة نساينهاله ترتيب منطقي جدا صرحناه بالتفصيل عملنا دراسة جدوى للمشروع صمناه اخترنا حد ينفزه الحد ده نفزه عملنا تستينج للي نفزه سلمهولنا في الاخر وتسليم نهائي ومزايل فل بدأنا نشغله ونعمل منتنانس لي او سيانة سبع خطوات للبروجيكت لايف سايكل ممكن يجبها في متحان عدد خطوات او عدد مراحل اللي جوه البروجيكت لايف سايكل سبعة طيب الكنتراكت العقد لو بنجي نكتبه بيكتب برضه بمراحل ايه هم سبع مراحل بنخطط للعقد الاول خلاص عملنا بلانينج ودي اهم واحدة اللي بنحدد فيها البراميترز او المعايير او المقاييس اللي هنمشي بها العقد بنحدد فيها كل حاجة كل حاجة خليبك ده اللي بيجي في المتحان دايما السؤال عليه كلمة بلانينج دي اغلب الانتحان بيجي اسألك على مرحلة البلانينج في الكنتراكت نحب نخطط للعقد الاول مين الطرفين متفقين على ايه ايه اللي حطوه المعايير اللي متفقين عليها خلصنا كل الكلام ده دي اهم واحدة خلي بالا هي دي يعني هو ده الكور بتاع العقد خلصنا بندون بقى بندرافت بنكتب تدوين العقد او صياغة العقد ودي يعني مهمة بس مش بنفس القدر الاهمية تحت البلانينج هي اهم واحدة البلانينج عملنا درافتنج بنبدأ نأبروف يعني دي تحسى مش مرحلة تحسى حاجة منطقية اوي ما اكيد كتبنا العقد يبقى اكيد هنأبروف عليه يعني الموافقة لازم الطرفين يوقعوا على العقد طيب في حد اختلف مع التاني في حاجة بالنجوشييت بنتفاوض يبقى دي المرحلة اللي وراها طيب خلاص تفاوضنا واستقررنا يبقى الصينيج نوقع يعني مش بس اوي ما تصيغ العقد يبقى توافق عليه لا احنا بنجيب محامي يصيغ العقد بشكل قانوني كل حرف محسوب ولسه متوقعش على العقد طب بعد ما الطرفين يقرأوا العقد ده مش وارد يختلفوا على حاجة قبل التوقيع اه فبيبداوا ينجوشييته مع بعض والحد ما يستقروا يبداوا يتوقعوا الترتيب ده منطقي جدا لو اتقالت لك وخلاص هتحس اللي هو اي ده ازاي انا عملت ابروفينج معلين انيجوشييت مش هو العقد خلاص انا بنوافق عليه لا الابروفينج معلنا ان احنا وفقنا كده على المكتوب بس لسه بنتفاوت بقى فلما نتفاوت نبقى نوقع في الآخر ساينينج طيب نراجع الكلام المكتوب بعد التوقيع ونتأكد من كل حاجة تمام يعني ايه نجدد في العقد ده لو احنا مدته عدد مثلا ممكن نحب نجدده او حابها نعمل مشروع تاني نكستند المشروع اللي احنا شغلنا عليه ونعمل مشروع غيره فممكن ايه نعيد تجديد العقد او نمد صلاحيته سبع مراحل سبع ستيجز للكونتراكت لايف سايكل الاوراق اللي بنقدمها بنقدم كم مستند في العقد بقى نفسه فيه كم حاجة مفتة موجودة جوه اوراق العقد هي مش ورقة واحدة بيقى موجود تمن حاجات رئيسية السؤال يجي لك في امتحان كم دوكيمنت موجود في اوراق العقد في الكونتراكت تقوله تمن حاجات اهو ادي ثلاثة تمن اوراق يبقى فيه ثلاث ارقام موجودين في المنهج لحد دلوقتي مراحل المشروع سبعة بعدها 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 والله بالفهم انا مش حافظ اي حاجة كله بيجي مع الوقت طيب وفيه كام مرحلة للعقد نفسه بيمر بيها سبعة برضو بعدها 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 انا بفكر والله عشان كده بتأخر فيه بعدها بعد طبيعي نختلف على حاجة فيه بعدها بعدها نرجع كل الدنيا على بعضها كده وفي الاخر لو حابنا نجدده ييجي السؤال بقى الأهم اللي دائما بيتلغبط في الناس عشان مش مألوف فيه كام المفوطي الموجود في أوراق العقد تمال حاجات حاجة اسمها contract agreement لو في ورقة عامة كده بتقول من الطرفين وبيكتبوا سياغة يعني ايه زي ما تقول عقد المبدئي حاجة كده عقد ابتدائي فدول الحاجات اللي جواب ومنحط the letter of acceptance الخطاب بتاع الموافقة اللي قدمه مين المقاول اللي وافق بعدها بنحط the letter of tender العقد او الخطاب اللي وجهه الشخص نفسه الانر اللي عايز حد يعمل المشروع ده عقد المناقصة نفسه بعدها بنحط تفاصيل خاصة بالمشروع بعدها بنحط تفاصيل عامة على اي مشروع من النوع ده الدولة اللي حطاها بقى وغيره بنحط المعايير the specifications العالمية او الدولية في هذا المجال بنحط الرسومات بقى المشروع بنحط الجدول الزمن اللي اتمامه واي ورق تاني بقى مهم يبقى ثمن حاجات رئيسية قديك عرفتهم وحاولت تحفظهم لك في الشرح في ناس معنيين بالمشروع اي حد ممكن يتأثر بالمشروع بنسميه project stakeholder stake يعني مصلحة holder يعني حامل للمصلحة اسمه من تعنيه المصلحة او اصحاب المصلحة او الجهات المعنية اي حد المشروع هيؤثر عليه سلبا او ايجابا اسمه stake holder تعرفها ايه اهو بيقولك ممكن يكونوا افراد او جماعات who are affected by the execution or outcome of a project من سيتأثر بهذا المشروع سلبا او ايجابا يسمى stake holder بس هل اي حد هيتأثر يقدر يشارك في نجاح او فشل المشروع يعني يقدر يقول لي المشروع ده فشل فيلا نقفله او انا هخله لك تقفل اعتراضي عليها يكون مؤثر لا ممكن حتى يتأثر المشروع بس ما يكونش عنده القدرة او السلطة الكافية ان يقفل المشروع مثلا لو هو مضر او غيره او ان هو اللي يحدد هو فشل ولا نجح لكن فينا ناس مهمة قوي دول اللي ممكن يحدده فعلا هو فشل ولا نجح بمجرد رضاهم دول اهم ستيكهولدرز بنسميهم الستيكهولدرز الرئيسيين الكي بروجيكت ستيكهولدرز هيجي في انتحان سؤال مية في المية هيجي سؤال على الحتة دي في تعريف الستيكهولدرز وتعريف الكي ستيكهولدرز او كلاه هم هيجي واحد منهم ستيكهولدرز يعني هما اللي هم قدر من يحددوا ويملوا على الناس ما اذا كان هذا المشروع قد نجح ام لا مين لي السلطة دي شخص مهم قوي بنسميه كي بروجيكت ستيكهولدرز بس كده طيب انواع المناقصات انواع المناقصات الممكن تعمل ممكن نعمل يعني منقصة عامة بتعملها غالبا الحكومات يجي يقول الحكومة دايما في الغالب بتعمل نوع منقصة عامة اللي هي بيكون فيها اي شركة معدية تقدر تجي تشارك وتعرض العرض بتاعها وتعمل المشروع لوليسي عليها المناقصة في الاخر طيب يبقى كده معنى انه بيعمل اي حد اي حد معد ممكن يعمل في القرائد العامة وعشان جاي بقولك كله بيشارك اي حد عايز شارك يشارك اي شركة يعني تخضع للشروط اللي احنا عايزينها تقدر تشارك ها فيش قيود طب في نوع تاني هم خمس انواع انا بغششك المتر مهو لازم يجي اتنين منهم ويعني امتحان مباشر جدا بإذن الله او المناقصات الخصوصية بقى ان الاونر بيعمل بيروح يختار خمس او ست شركات ويقول لهم انا عايز كنتم اللي تيجوا عشان اختار واحد منكم فهو كده دي الناي الدايرة قوي دي ال probability بدل ما انا بقول اي شركة في الدين تقدر تشارك لانا بقول ستة سبعة بس ببعت لهم دعوة انتو اللي تيجوا المناقص عشان اوريكم المشروع واختار واحد منكم ويعمله فبيجوا في الاخر دي اسمها ايه من اسمها مش تحفظ ولا نوع كلهم بالاسم يعني يختار احنا فعلا اخترنا حبة واخترنا واحد منهم وده بيستخدموا القطاع الخاص في الغالب الحكومة مينفعش تستخدم النوع ده فيه تصليح يعني تعديل جملة لو قلتها غلط في الشرح وخدت بالي منها مصرحة من قبل القانون القانون بيبقى واخد في اعتباره لو انت عملت وحصل فيه اي ازمة قانونية تقدر تروح تحتكم للمحكمة وتاخد لك حقك بكل سهولة لكن ده شغل شركات خاصة ما بيبقاش خضأ مش قال لك مش موجود مش موجود في القانون نصا كده وميقول يعني ما عليكش غيرناه بس انا ساعتها غلطت قلت لا ده المحكم بايه ده الموجود نصا في القانون المدني المصري المادة 182 في 2018 لكن ده مش موجود بس كده مش هيسارك في حاجة زي كده اظن النوع التالي من اسمه يعني بنتفوض على حاجة ايه اللي ممكن نتفوض عليه لو انا اشغال معاك قبل كده وعايزين نكمل الشغل بس ايه هنزود بقى حاجة فبنتفوض على الزيادة اللي هتحصل بن بتاع الشغل كنا مثلا متفين على المشروع نوعية عمارة عشر ادوار عايزين نخلى 12 الزيادة دي بقى نبدأ نتفوض عليها فبنعمل عقد جديد كده اسمه عقد ايه او بنعمل مناقصة تفوضية اسمها مشروع طيب ده اسمه اول ما تشوف منمط حاجة كده اسمها بنتفوض عليها طيب سيريال جاي من كلمة يعني ولا بعضه على التوالي حاجاته ولا بعضها يعني في مشروع خلص وعايزين نعمل شبهه بالزبط غيره بقى مشروعه جديد بس شبهه اللي فات بالزبط فبنعمل ايه بنيجي لقول الشركة اللي عملت معنا ماتي الله نكمل فبنسميه المشروع متكرر هو هو بالزبط اول ما تشوف كلمة ربيت يبقى سيريال حتى ربيت يعني اشياء متكررة ولا بعضها يبقى اعتبرنا دلاتي بنحاول ان ايه نحفظ المنهج اسهل لان انا شرحت لك بالتفصيل في الفيديو الكبير ان انا اروح مباشرة ان كده الانر يروح لشركة واحدة هي واحدة فقط يقول لها انا بقول لك اخدي المشروع دا عمليه وقدمي للعرض بتاعك وانا اوافق عليه وانتفق عليه وبإذن الله يا ربنا يقدم لي في الخير دا اسمه دا ايريك تأور يعني رحنا لهم دا ايريك تكي شركة واحدة وقال دا اخدي المشروع وقاليني انت تعمليه بكام قالت لي اعمله بكذا وقالت لها موافق بس دا اسمه دا ايريك تأور خمس انواع open selective negotiated serial direct دا الدرس الاولاني خلينا نخش على الدرس التاني اغفلك عليه لفة سريعة يالله بين طيب الدرس التاني بيقولك types of construction contracts يعني انواع المختلفة للعقود بتاعت البناء لما نحب نعمل بقى عقود في المأولات عموما بيقدمنا كم اختيار قالك انا اديلك 3 اربع اختيارات اربع انواع للعقود اسهل من بعض وانا مش حب اقرأ التفاصيل تحت قد ما حابب اقولك عليهم كده سريعا اللمس اول حاجة فيه عقود بتتكلم عن السعر مباشرة يعني ايه بيحدده سعر معين للحاجة ننتفع عليه قد ما نبدأ ونبدأ بعدها نشتغل لكن في حاجة بيقولك لا انت هتبدأ شغل ولما تخلص ستشوف التكلفة اللي حصلت وهدهالك يبقى احنا مش محددين سعر في الاول معين انا بقول لك اشتغل وكتب لي اللي انت جبته وبقى ديلك تكلفهم او يحسد التكلف ودهلك في الاخر لكن اللي فوق انه وعين اللي فوق لا احنا بنحدد سعر في الاول اصلا وبنحدد السعر ده بطريقتين والتكاليف برضو بنحددها بطريقتين فده بنسميها price contract وده بنسميها cost contract price contract تحتين وعين lump sum contract كلمة lump sum contract معناها ايه ان انا بقول لك بص المشروع ده اللي هنبدأه ده انا شايف ان المشروع ده يكلف مليون جنيه فانت موافق قلتلي اه كما اول انت قلتلي قلتلي انا موافق كده ايه المليون ملكش غيرهم المشروع يخلص بالمليون والله خلصتوا انت بتبل مئة الف انا مليش دعوة خد المتين خلصتوا بخمسين الف خد الباقي كله خلصتوا بمليون ومية هتدفع انت المية انا مالي احنا اتفقنا من البداية ان هو بيحتاج كام محتاج مليون انت بقى اللي قيمته وفقت غلطتك انك وفقت عشان كده هنا لو سألتك في المشروع ده لازم كل التصاميم والتفاصيل تكون المشروع تكون محددة بدقة لا يستخدم نوع اللمصم الا في المشاريع المحددة بدقة شديدة ده سؤال في المتحان هيقول لك كده على طول فانه نوع في اللمصم لاني لازم اخلص تصاميم كلها عشان يبقى الموضوعه واضح وما اقول لكش اه موافق اعمله بمليون وانا اصلا ما اعرفش تفاصيله فيطلع محتاج مليون ونص فالبس انا كمئاول لا لازم يقام اتحدد في كل الحاجات مخلصانة كل التفاصيل المحددة والتفاصيل طب لو حصل يعني سيناريو غير متوقع قدامه الحاجة اغلى واتكلفت اكتر من مليون مين الريسك مفيش حاجة تحفظ فكر توصل للاجابة الكونتراكتور هو اللي بيشير الشلة كلها في اول نوع ده طيب النوع التاني وخلي بالك انت مش عطاك مش عطاك تعرف اكتر من كده هو ده حرفين المكتوب هنا فانا شايف اني يعني ما تتعبش موخك ممكن الباقي بالفهم برضه لو قلت لك في اللمصم مثلا هل المقاول نفسه يعني يحاول يوفر في السعر ولا لا براحته وعايز يخلي السعر يعلي لأ تقول لي بيحاول يوفر ليه عشان كل اللي هيوفره هيخش في جيبه لو المشروع اتقل لك اني هتاخد في مليون انت عرفت تخليه نفس المشروع بنفس الجودة ونفس كل حاجة ب700 ألف هتاخد الثلاثمية طيب لو عرفت خليه ب600 هاخد الربعمية يبقى انا عندي انسنتف عندي دافع كمقاول اهو يقول لك هاز ان بروفايد ان انسنتف فور تسيف اني ماني بيعندك دافع كالكونتراكتور توفر فلوس طيب لو حصل مخاطرة انت لاتشيلها افورد باي دي كونتراكتور اللي هي الرسك طيب المبلغ النهائي بيكون محدد مليون جنيه مثلا طيب هل الاونر ليه الحرين يعدل في اي حاجة لا لان انت مديني مليون على اللي احنا اتفقنا عليه على اي اساس عايزة يزود لك في نص الشغل لا ملكش حرية انك تعدل ابدا على المشروع انت بتديني المشروع اتفقنا انه بمليون هعمل لك عشرة دوار عمارة ملكش ازياد من كده طيب لو جيت قطيلي انا عايزة خلي حاجة زيادة لا ماينفعش التكلفة الزيادة دي على مين النوع ده دقيق جدا لازم كل حاجة تبقى خالصانة لانه مفوش هزار ده احنا بنعمل وبنالع ان احنا المقاول هياخد هياعمل شغل محدد في مقابل مبلغ محدد ثابت من المال عند ماに queria سعره بمية جنيه انت بقى عملت ميه متر هديلك مية في مية عملت مية وعشرraw هديك مية في مية وعشر dir عملت وثلاثين متر هديك مية في مية وثلاثين عشان بس ده بنعمله لو ما نكونش متأكدين قوي من الايه من المشروع هيحتاج قد ايه بيقولك اضمن نعمله باليونية بريس يعني بنديلك سعر مقابل ايه كل قطعة كل يونت كل واحدة متر البلاط بكام المتر المكعب من الخرصانة بكام المتر مش عارف المسطح من الرخام منحدد سعر لكل حاجة متر التشطبات بقى والدهانات بنحدد كل حاجة وفي الاخر ايه نتحسب بالقطعة بالوحدة لما تخلص في الاخر طب ده المخاطر فيه تقع على مين اي سيناريو غير متوقع قالك ده ممكن وممكن فيه سيناريو ممكن يجي على دماغ الكونتركتور وفيه سيناريو ممكن يجي على دماغ ال ايه ال اونر ال اونر يجي على دماغ الخسارة في حالة ايه لو تقاله ان هيكلف ميت متر مثلا وقاله خلاص المتر بعشرة طب افرد المبنى يحتاج 120 في الاخر يبقى كده ال اونر هيدفع ازيد طب حاجة تانية ده كده ال اونر هنا بيشير حالة الريسك دي طب ما ممكن الكونتركتور نفسه يتفع على ان القطعة بعشرة والسوق نفسه يغلق وقطعة طب بعشريين يؤميني اللي شال الشرة ساعتها الكونتركتور يبقى الحمل او الريسك افورد باي الكونتركتور والاونر ده او ده ده اور ده او بص فين دي اللمسة تاني احو باي the contractor and owner ده احيانا وده احيانا هل في اي دافع عند الكونتركتور ان يوفر لا مفيش اي دافع عنده ان يوفر هيوفر ليه ما هو لو مائة قطع ياخد تمانهم لو مائة وعشرين قطع ياخد تمانهم اللي خليه يوفر وده يفهمه فكرة انه هو اصلا معلوش ريسك في محطة العدد بتاع القطعة هو عليه ريسك في سعر السوق فهما عنده لو السعر سابت هو ما عندهش اي دافع ان يوفر فهام الفكرة ايه طب هل السعر النهائي محدد لا لا لان احنا ما نعرفش ان نستغل ممكن قطعة لو نعرف ان دي تيل كنا عملنا لمصم لكن احنا ما نعرفش ممكن اي 100 ممكن 110 مية وخمسة متر يعني وهي كذا طيب هل الانر ليه حق ان يعدل اه لان التعديل بتاعه هيدفع تمنه هتقول لي مثلا ميت متر ليتو تلك لا خليهم لي 110 اي عادي هقول لك تمام لان انا العشر دي لاخد حقهم برضو لكن في اللمصم ما ينفعش لان انا كده في مبلغ ثابت في الاول انت على اي اساس تعدل انت زودت حاجات فهنا الانر ليه is allowed to make any change فهي اي فكرة ايه طب تعريفه ايه قالك depends on the unit price of each item على سعر القطعة من كل حاجة for which the cost is estimated by the contractor خاص بحشان ما نطولش النوع التالت اسمه cost plus خلينا نقرها فوق من العناوين هو cost plus يعني ايه بقول لك انت المشروع بتاعي معقد جدا ده بنستخدمه جه حلو قوي النوع ده اللي هو cost plus في المشاريع المعقدة شديدة التعقيد اللي مش عارفين عنها اي تفاصيل عايزين نبدأها بس الاول ونبقى نشوفها ترسى عليه قدام فبقول لك بص انا ممعيش اي خرايط ولا اي تصاميم ابدأ في المشروع وعمله بخبرتك وقول لي التكاليف اللي حصلت في الاخر وانا هديك التكاليف وعليها نسبة بالمية من التكاليفة دي ربح ليك انت يعني جيت قلت لي في الاخر المشروع كلف مليون جنيه وانا قلت لك في الاول خالص ان التكلفة هديها لك وفوقها عشرة في المية منها ربح ليك انت يبقى انا هديك مليون ومئة الف مليون تمام التكاليف اللي انت دفعتها بالفعل ومئة الف ليك انت كعشرة في المية ارباح تاخدهم تيجي بقى الحل للمضادة ده اسمه cost plus يعني تكلفة زائد ربح plus يعني زائد حاجة اضافية عليها اسمها ايه ربح ليك انت خاص بيك كنسبة مقوية يعني تعرف تقول لي هنا الدنيا لو خير بتقديمه حصل نموذج غير متوقع سيناريو غير متوقع مين اللي هيتحمل العبء كله الاونر لان انا لو التكاليف زادت انا ككونتراكتور انا مالي التكلفة زادت عن الحد فانت كاونر تدفعها ونسبتي كمان من الربح هتفضل هي هي عشرة في مية من التكلفة الكبيرة برضو فانا كاونر انا يشيل الشيئة دايما فالكوست بلاس الكونتراكتور عمره ما يحصل اي حاجة ضره هو دايما في الامان دايما اللي هيعمله هياخد تكلفته عشان كده لازم اللي يبقى فوق دماغه الاحسان الراجل ده يطلع نصاب مسلا فيعملك حاجة تكلفة ازيب من المحتاج اليه طيب هل في اي دافع عنده انه يوفر ابدا ده ولا عايز يوفر ولا شلن ده نفسه التكلفة تكبر جدا عشان نسبته هو تكبر علاقة بقى رياضية كل ما الاصلي هيكبر كل ما النسبتي منه هتكتر عشرة في مية من المليون ولا عشرة في مية من المليون ونص لا من المليون ونص تبقى اكتر فهين فكرة ايه فهنا الرسك افورد باي ذي اونر اسمها ايه ومفيش اي دافع للتوفير طيب السعر النهائي برضو غير محدد نوت سبيسيفيك ما مش عارفين سعر النهائي بكام ده احنا اصلا عميله عشان المشروعات المحتاجة ده بيكون مشروعات معقدة طيب تعاني اقرافات عريفة بسرعة اهو بيقول لك انك تعمل وهدي لك في الاخر هغط لنا التكاليف اللي دفعتها وكمان اضافة الى ذلك هديك نسبة ربح ومش وعشان كده احسن احنا منختاره في المشروعات المعقدة ليه عشان تبدأ حتى لو ما معناش اي تصاميم مش مطلوب منك تخلص كل التصاميم قبل ما نبدأ على الفكرة المطلوب الوحيد اللي مطلوب فيه انك تكون مخلص كل حاجة بتفاصيلها هو الاولان فقط اللي مصم الباقي كله مش مطلوب منك ده ما احنا اصلا بدئين وعارفين ان احنا ممكن التكلفة تزيد عن الحد يعني بس ده بقى ميزة فين الاونر ليه الحق ان يغير اي حاجة ويزود اي حاجة هو عايزها لان كله بتكلفته انت اي خسران عليك يعمل الكونتراكتور وبيحاول يرائب ويتابع تقدم المشروع الاونر عشان الراجل تاني ما ينصبش عليه او ما يزودش عن المحتاج ليه يعني بس اي زيادة او اي ريسك هيتشيله الاونر وما فيش اي دافع عند الكونتراكتور اللي يوفر لان هو كاي كل ما تكلفة تزيد كل ما هو مصلحة بالنسباله هيبقى ربحه ازيد والنادق لربح المبلغ النهائي نوت سبيسيفك طيب النوع الاخير اسمه تارجد كوست زي اللي فده بالزبط بقول لك اعمل الشغل وشوف التكلفة في الاخر كام وهدهلك وفقيها ربح لك نسبة ربحية بس بشرط التكلفة بالمنطق كده ما تعديش مثلا احنا عارفين الليلة يعني احنا عارفين تفاصيلها قوي بس ما ينفعش المشروع ده يعد مليون جنيه باي حال من الاحوال مثلا ده كده تارجد ليك طب طول ما انت تحت المليون طول ما انت عملت المشروع ودحت المليون هديلك التكاليف وفقيها نسبة الربح بتاعتك طب عدت المليون هيحصل مشكلة ساعتها ايه هي هديك التكاليف بس حضرتك هتشارك معي في المبلغ اللي تخطى التارجد يعني بدل ما هو مليون انت تطلعت في الاخر بمليون ومئة الف هنتكون متفقين قبلها ان المليون ومئة الف دي المئة الف انا هدفع نصها وانت نصها انا نصها لان انا استيل الفلوس يصبت في مشروعي وانت نصها لاني قبل لك لان انا انت فات معك انك راجل فاهم ان المفوض السعر ما يزدش على المليون انت زودته غلطة منك تقول لي عامل ايه زن بيقولك ما كنت شافر من اول فانت المفوض بتاع خبرة مفوض انا انا جايب واحد فاهم يعني مشتاع ايه كلام فده سبب ان احنا بنقسم بقى الزيادة دي بنتقاسمها كتحمل كرسك عشان كياه رسك انا بي افورد بي مين باي الاتنين الاتنين بيتحملوا المخاطر اللي بتحصل في اخر اي سناريو غير متوقع لو ايه يعني ان الفلوس تزيد عن التارجد ده طيب هل بيقى في دافع اذا عند الكونتراكتور ان يوفر اه بيحاول يوفر بس مش زي اللمسم وبيحاول يوفر ان ما يوصلش للتارجد بيقى خليه قابليه فبالفكرة ايه بيوسينها بس هو استيل في ايه في وجود للانسنتف لدافع عنده ان يوفر فلوس ويخلص قبل المعاد المبلغ النهائي مش سبسيفك ولا ولا نوت سبسيفك هو ايه بنسميه تارجد كوست يعني هو رقم محدود بلمت بابر لمت ما يوصلوش في امت الفكرة ايه فبنسميه تارجد كوست السؤال ده ممكن يجيب انتحان الفاينال كوست في حالة تارجد كونتراكت بتكون ايه تارجد كوست اسمها كده الاونر لي ان يعدل برضو براحته بس طبعا في نطاق اني ما يوصلش للتارجد مجيش تقول لي ابني ابني حاجة ضخمة جدا وبس عام حاجة موصلش للتارجد ازاي لا انت اقول لي تعديلات في المعقول طب تعريفه قال لك هو زي اللي فات ذا سيم از كوست بلاس انك بتعمل حاجة وديك تكلفتها في الاخر وعليها بس في حاجة زيادة ابريريكوزيت معناها متطلب او شرط شرط اني ايه اني اسمها ايه انه ان كونتراكتور لو وصلنا لو عدينا تارجد معين هيدفع هيشارك معايا في تحمل اعباء هذا الزيادة اللي خاصة قال لك انبيرن بارت افزيني اكسبنس اكسيدن تارجد كوستو في دا بروشيك لو فلوس اكسيد او عدد التارجد كوست انت هتشارك في تحمل في جزء من هذه التكاليف وطبعا مش مطلوب ان انا نخلص كل التصميم زي ما قلنا لان احنا كده هنبدأ وزي ما تمشي وندفع تكاليف الحاجة في الاخر كده ده الدرس التاني خلينا نشوف الدرس التالت مع بعض طيب الدرس التالت هو طويل وسهل جدا على فكه لو انت لخصته كده في دماغك بسرعة واللي بيجع ليفني انت سهل فانا هزلل لك كده على هيجي بسرعة وانت ان شاء الله معايا زي الفل قال لك يعني تسليم المشروع وانجازه واتمامه في كم طريقة نقدر نعمل بها المشروع هل اي مشروع هنروح نعمله تصميم بعدها نعرضه للمناقصة بعدها شركة تستقر عليها المناقصة وهي اللي تعمله مش لازم فيه طرق تانية مختلفة فدي من تسميها طرق اتمام المشروع طرق تسليم وتسليم كلمة معناها تسليم لكن المقصود بيه ان انا عندي مشروع وعايز عمله هعمله كم طريقة فيه كم طريقة ممكن ننفذ لها المشروع انا كاونر فهيقول لي جلاتي عب حب الطرق جميلة جدا هناخد خمس طرق رئيسيين اول اربعة مباشرين جدا الملطلال خمسة جواها انواع فرعية وبردو سهلت على وريلك وده بيجع عليه في امتحان اسئلة كتيرة جدا وحتى هو وضح هذا بجملة تانية استراتيجيات كتابة العقود والمقاولات في كم طريقة اول حاجة هتيجي في امتحان وان شاء الله احتمال كبير تيجي يعني ايه تسليم واتمام المشروع يعني هنعمل ايه عشان نعمل المشروع مين هيبقى بتاع ايه مين هيحصل ايه اللي يحصل ورد تاني يعني هنعمل اسمها ايه هنروح نعمل الاول التصميم بعدها منقصة بعدين البناء مباشرة او الشروع في البناء والتنفيذ ولا ممكن نعمل المنقصة او ممكن نعمل قصد التصميم ونبني على طول ومن غير ما نعمل منقصة ايه الطريقة فبنقول تعريفها تعريف اتمام المشروع ده تعريفه ايه بتاع الاطراف وعلاقتهم وبعضهم المشاركين في المشروع وكل واحد مسؤوليته ايه والترتيب العام او التتابع والتسلسل العام ايه الاحداث المهمة اللي هتحصل بالترتيب كده هو لحد ما نقدر نخلص المشروع ونسلمه هل هنبني الاول ولا هنعمل ديزاين الاول ولا هنعمل بيد ولا مش هنعمل الترتيب تلك الحاجات دي اللي هيبقى كافي او مستلزم لكي يتم تسليم المشروع في الاخر وده بيعرفك الحاجات ان الاطراف المختلفة في المشروع بترتبط بعضها البعض ازاي بشكل قضائي او قانوني او عقدي في عقود يعني وعروضها بعدين نختار واحد لا لا مضا طويل اوي احنا ممكن نروح لشركة واحدة هي عندها حد هيصامم المشروع وفي نفس الوقت هي فيها جزء كامل للتنفيذ هي شركة بتاعت كله فنروح للشركة نعمل معها عقد واحد تعاقد واحد فقط مع الاتنين مع الناس اللي هيديزاينه والناس اللي هيبيلده في حلق وفي الاخر هما الاتنين يبنوا فنعمل تعاقد مع ايه with only one entity for the project by contracting with only one entity مع جهة واحدة فقط من اجل المشروع هي اللي هات design وهات build هنعمل design build agreement جميل؟ فده بنستغرم النوع ده من العقود مع الفاس تراك بلوجيك بنسمي بنسمي النوع ده من التعاقدات design build في design build وفي design build ال design build من اسمه بديزاين الاول بعدها بعمل بد او مناصة بعدها بختار واحد يبلد لكن هنا في المشروعات السريعة محتاج اعمل ايه design build مباشرة روح لحد يصمم وهو اللي هيبني the same entity في نفس المؤسسة بعقد واحد مع الاثنين عشان نخلص وندي واق ونختصر واق وده النهاردة داريا بالنوع الجديد ده المتاع المشروعات السريعة يشغل اكتر من 40% من مشروعات امريكا يعني منتشر جدا الخمس انواع اللي عندك اربع الاولين انا خده مباشرة والاخير ده في انواع فرعية تحتيه لاهميته اول حاجة design من اسمها والله ما اقولك ازيد من الاسم design build شرحة نفسها يعني بديزاين المشروع بعدها بروح اعمل مناقصة واعرض فيها التزاين بتاعي وقول مين يا جماعة يقدر يعمله ويقول لي العروب بتاعته واختار واحد فالاخر هو اللي هيبلد ساعت في المنحن بيحب يختبر انك فاهم المنهك وقريته فميقولكش design build يقولك DBB طب ما يعام في منها ديزاين بتبل اعكيد يعني مش يكون DB يعني على الارض لا طيب design build ده النوع التاني ها design هروح عند شركة واحدة معها تعاقد هي نفس الشركة جوها قسم لتصميم المشروع يخلص التصميم يوم مديل القسم اللي جنبه بتاع البوناء هو اللي ينزل يتنفذ على الارض الواقع وده بيكون افيد لاني نظريا لما يكون اللي بيصمم واللي بيبني في نفس المكان ده بيساعد ان الشغل يطلع احسن لان فوق هنا هو انت بال design الاول بعدين تروح تدي الديزاينات دي المقاول ممكن يكون مش يعرف ينفذها او عايز يعدل عليها او اللي عمل التص مش واقعي فكل ده بيحمل ال contractor فوق طقته لكن هنا ال contractor بيكون موجود في مرحلة ال design اصلا ال contractor اللي هي build موجود اصلا مع اللي بيدزاينه وهما بيدزاينه انه هو الاتنين في نفس الشركة فالنوع ده احسن في كثير من الاحيان لكن ده اشهر نوع ال design build ده انا بقول لك الاسئلة تيجي في المتحان كل جملة بقول لها تلاتي هتيجي في المتحان مهمة اشهر نوع وارخصهم هو design build الطبيعي بس مشكلة انه بيطول في الوقت اوي وبيقى فيه درجات كتير اوي عبل ما فلوس توصل يعني الفلوس بتوصل من ال owner بعدها تروح لل contractor يوزعها على ال sub contractor لكن هنا احنا بديم دل فلوسه شركة واحدة فمن فكرة ايه طيب لكن النوع ده بيختصر في الوقت جدا بيبقى اقل في الوقت من اللي فوق بيستهلك وقت اقل واسمه ايه وبيكون اللي الدين موجود في نفس الشركة فده بيساعد ان يقلل الخلافات اللي تحصلوا بينهم لكن اللي فوقه هو الاشهر هو الاشهر على الاطلاق هو الارخص هو التقليدي traditional method دول كده الطريقتين دول طب في طريقة تالت اسمها construction management at risk من اسمها سي ام اي ار خلي باك انا اجيب لك في متحان الرموز مش هيجيب لك الكلمات فانت بتترجمها الاول في النهجك بعدين انت مفكر بقى يعني ايه construction manager منطقة risk يعني من جيب واحد يبقى construction manager انا بحاول اربط لك المعنى بالاسم عشان ما تعرضش تحفظ حاجات كتير من جيب احنا ك owner بنعين واحد او شركة او فرد ساعات بيقى فرد و ساعات بيقى شركة الشركة دي وظيفتها ان هي ايه تعمل الليلة دي كلها حرفيا هي تعمل كل حاجة مكان احنا وتبقى هي مسؤولة بخ اشروع بافضل شكل ممكن انا بعين مكاني representative ممثل حد يمثلني يعمل كل حاجة مكاني اسمه construction manager بيعمل ايه مدير التنفيذ او مدير الانشاءات بيجي يقوم هو اللي معين هو اللي يعمل التصاميم وبعدها هو اللي يختار اصلا نوع العقد ويعمل التصاميم بعدها يروح يتفل مع المقاول او يعمل بقى مناقصة ويختار مقاول وبعدين هو اللي ينفذ ويشرف على المقاول هو بينفذ وفي الاخر يعمل يبقى شغال كوست كنترولر يعني بيرائب على التكلفة ان متعديش الليمت اللي اح مايزينه وخلي بالك بقى طب كل ده ليه يعني هو استفادئي من كل ده لو قدر يطلعني المشروع بتكلفة اقل هيبدأ انا اديله ربح ما هو شغال عندي ليه من كل مانجر ده اديله ربح في الاخر لو هو قدر يخلي المشروع يطلع بتكلفة ارخص او بجودة احسن او هو اللي بيدائب لي على الشغل لان انا ممكن مششان في الشغل خالص فانا قولين يتحكوا علي فانا بجيب واحد يقوم مقامي في المراقبة عليهم ويشتغل كاكوست كنترولر بنسميه construction manager بس يخلي بالك هو اتريس ليه لان ممكن ييجي ويعمل الاشراف والمشروع يضرب منه فيطلع في سعر عالي جدا ساعتها بقوله انت هتشيل معي في الغلطة دي انت او انا مشغلك معي ليه اذا كنت انت اشتغلت مكاني وبتشرف على المشروع والمشروع جيتها كلفته اعلى من اللي احنا متفقين عليها يبقى انت اتريسك انت معرض للمخاطر فالاسم واضح هو construction manager منش منت اتريسك بنعين واحد construction manager يقوم مقامي ويعمل الشغل كله بقوي ولو ووفر ياخد فلوس ربح زيادة ولو زيادة على الحد بيش اتريقني في تحمل هذا العبء الزائد طيب الحاجة الرابعة اسمها cmp يعني construction management بس يبقى multi prime يعني متعددة الرؤوس او المسئوليات يعني انا انا كاونر هبدأ بدل ما روح يعين واحد مكاني لا ده انا كاونر اصلا فاهم في المجال ده ده انا راجل مسلا خديج مدني وفاهم او في البناء والحاجات دي فمش محتاج معايا حد يشرف انا اللي هاشرف ويبقى التواصل بيني وبين كل الاطراف مباشرة هروح اعمل عقد مع المقاول وعقد مع المقاولين الباطن وعقد مع المصمم ومع اللي هيعمل مش عارف ايه ومع اللي هيجيب البضاعة من ايه بعمل تعقدات كتيرة اوي اكيد انا فارده طالع مني اسهم كتيرة جدا بتواصل مباشرة مع كل الاطراف اسمها multi prime بتتعامل امتا لما يكون انا اللي بشتغل فيها الاونر انا اللي بشتغل ك general contractor انا اكيد انا المقاول العام اكيد انا الجامد الكبير اكيد انا construction manager حلو بستغل انا بتحصل امتا النوع ده لما يكون الاونر عنده خبرة في المجال فبيستخدم نوع العقود اللي اسمه construction management multi prime او cmmp هيجي في امتحان السؤال ده لازم يجي سؤال اجابته cmmp الله مال بلغ يعني multi prime تفتكرها ان انا متعدد الرؤوس يعني انا بتتفق مع كل مباشرة من مميزات النوع ده ان انا الفلوس توصل بسرعة على طول للناس بدل ما تمر في السكة باطراف كتير لا ده انا مني اللي هيشتغل على طول فبتدله الفلوس مباشرة ما فيش تأخرات في الدفعات او في الفلوس يعني البيماي و بالتالي الشغل ليتم انجازه اسرع النوع الخامس والاخير اسم public private partnership لو نزل طبعا تلاقي كل ده مشروع هنا انا مش عايز اقرى عشان هنطول كل ده احنا اقرى في الفيديو كبير ال播وبليك الابتلا فين اطلع نحن للصفحة الاوانية النوع الاخير اسمه ايه Av today === public private partnership او ppp او p3 3 بيهات يعني public و龐точ و بايت وت شهة يعني مشروعات الشركة بين القطاع العام والخاص يعني الحكومة عايزة تعمل مشروع ما ده public دى الحكومة الجهة العامة في البلد عايزة تعمل مشروع معين بس هم عايش فلوس او مش حاب تدفع فلوس فيه فتعمل اياه هي هدفها اتفيد الناس توصل الخدمة للناس عايزين نعمل مشروع مترو مثلا مشروع القطورة مشروع حاجات ضخمة غالبا فنقوم جايبين قطاع خاص ونقول له ابني انت المشروع وبعد ما تبنيه انت هتفضل تشغاله وتاخد ارباحك من الناس لمدة 30 سنة لحد ما تغطي تكلفة المشروع اللي انت دفعتها وزيادة كمان حسنة ليك وبعد ما تخلص ترجع لملكيته تاني دي من سميها private partnership بس ايه كده نحصل شراكة بين القطاع العام والخاص القطاع العام استفاد ان الخدمة تم تقدمها للمواطنين وسد دخانة عنده والقطاع الخاص استفاد ان هو حصل على الارباح من الناس فيبقى كده ايه منفعة مشتركة شراكة بين القطاع العام والخاص بس قال لي بتمشي بنامط واحد قال لك لا لها خمس انماط رئيسية تعالي اعرفهم اول حاجة اسمها بي او تي اختصار ايه اختصار build operate transfer يعني ايه ترتبها برضو شرحة نفسها القطاع العخاص بيجي يبني الحاجة اللي انا عايز ابنيها المشروع وينفزه ويعمله build بعد ما يbuild بيعمل ايه بيشغله بي operate المشروع وبيجني منه ارباح من الناس ركز على كل كلمة من الناس مش من حد تاني بيعمل طريق مثلا خلاص ببنيت الطريق لم بقى من الكارتة هتعمل كارتة كده على الطريق وتاخد ارباح من الناس اللي بتعدى على الطريق بتاعك اللي بيختصر مثلا المشوار حلق وفي الاخر بعد 30 او 40 سنة اللي هي بنسميها فترة الكونسيشن او الكونسيشن بريد فترة الامتياز اللي هي الفترة اللي الدولة سامحالك فيها تشغل المشروع هتعمل ترانسفير هترجع الملكية للدولة مرة اخرى لانك هيكون المدة خلصت خلاص يبدأ اسمها build operate transfer بي أو تي ده النوع الاولاني طب في نوع عكسه مقلوب الحروف فرق بسيط جدا بينهم وبين بعض اسمه بي تي أو يعني build transfer operate ولا اي فرق بص الفرق الجوهري جدا بسيط يعني فرق قصدي شعرة ايه هو القطاع الخاص هيجي يبني المشروع وينفزه ومباشرة مش هيستنى بقى لتلاتين سنة مباشرة هينقل ملكيته للحكومة على طول هو نفوض ان انت اوما تبني كقطاع خاص الشيء ده ملكيتك بس هو على ارض الحكومة فنعمل ايه بقى قالك لا انقل ملكيته على طول للحكومة وهي هتتعهد بانها تأجره لك لمدة تلاتين سنة او اربعين سنة خدت بالك من موضوع طب بعد التلاتين والاربعين خلاص الايجار خلص هو الايجار لما بيخلص الملكية بترجع لصاحب الملكية اللي هو من هنا اللي هو اتعماله ترانسفيرنج في الاول اللي هو للحكومة بلد ترانسفير اوبريت بي تي او الكتاع الخاص يجي يبني واول ما خلص بنا ينقل الملكية للحكومة والحكومة اتأجره له لتلاتين او اربعين سنة يقعد هو يكسب بقى فيهم بس بيكسب من مين برضو من الناس اللي بيعده اليوزرز اللي بيستخدمه مشروعه طيب اذا هو فيه حاجة تانية غير كده اه استنى فيه نوع جديد ملوش اي لازمة يعني اللي هو فيش فرق كبير ما بينه وبين اللي فاته كمان هاج يعني هو طبعا في ارض الواقع ليه فوايد تانية بس المهم اسمه بي او او تي الفرق الوحيد فيه ما بين البي او تي والبي او او تي هنا بلد اون اوبريت ترانسفير بلد القطاع الخاص يجي يبني المشروع زي الفل بس بعد ما يبني مش نسيبها على العايم كده ونشغل المشروع وبعدين نرجع الملكية للدولة في الاخر قال لك لا نحنا بنكتب عقد ملكية للقطاع الخاص بيمتلك مباشرة بتفضل الملكية معايا طول فترة الامتياز ملكية خاصة بالقطاع الخاص هو نفسه ويبقى يرجع للحكومة قدام لكن البي او تي ما بنعملش فيه كده ما بنعملش عقود ولا كلام يزبط ملكيتك لا انت بحق بموجب انك بنيته بتشغله لكن الملكية ترجع لنا وتتكتب باسمي في الاخر كحكومة هنا لا حبنعمل عقد ملكية من دلوقتي من بعد البنو على طول يقابلت بعدين القطاع الخاص يمتلك المشروع اون بعدها يشغله اوبريت بعدها يرجعه لك بعد العشرين تلاتين سنة يبقى ترانسفير بي او او تي بيلد اون اوبريت ترانسفير طيب ده البي او او تي ده نوع التالت في نوع رابع اسمه بي او او بس بس دي مش موجودة انا من عند يعني بي او او ده اشبه ما يكون بالخصخصة يعني ايه اسمه بيلد اون اوبريت ايه ده انت انسي الترانسفير ايه ما ما فيش ترانسفير يعني ايه الدولة عايزة تعمل مشروع تقدم بيه خدمة المواطنين مش عايزة اكتر من كده فبنقولك تعالى يا عم الحج يقطع يا خاص ابن المشروع جميل بنيناه امتلكه امتلكناه اون شغلوا ودي الخدمة للناس وخد فلوسك منهم برضو يبقى اوبريت ايه ده دي مش هترجع لي ملكيته لا برحتك خد 30 سنة مثلا وبعد 30 سنة اما ان المشروع اصلا مش محتاجينه اكتر من كده فنقفله او هجددلك المدة بتاعتد الملكية فده اشرا ما يكون بالخصخصة ليه خصخصة يعني انا خليت القطاع الخاص يمتلكش المشروع اتخصخص بقى بتاعه بس انا كحكم استفيدة ايه ان الخدمة بيتم تقدمها المواطنين والله على ايد بقى قطاع خاص قطاع عام بلد يعني الجن نزرق مش مشكلة مهم انه بيتقدم في اهمت الفكرة فالطرفين مستفيدين فالبي او 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 اشبه ما يكون بالبرايفتايزيشن او الخصخصة طيب النوع الاخير اسمه دي بي اف او لو انت حسن الموضوع في رموز كتيرة يبقى انت مفهمتش لاحب نعمله دلقتي الموضوع سهل حرفين انت مقسم الدنيا في دماغك ولا ايه الدنيا ديزاين بيت بيل ديزاين بيل سي ام اي ار اللي هو كونستركشن مانجر شغال عني يعني او انا النفس اللي باشتغل بقى مالتي برايم طلع مني رؤوس كتيرة كده او شراكة بين القطاع العام الخاص ودي فيها انواع بي او تي بي تي او بي او او تي بي او او اه سهلين جدا والله جدا يعني خاصة لو سمعت الشرح فانت يعني كده برينز النوع الاخير اسمه دي بي اف او مميز كده كلمة حلوة دي بي اف او يعني ديزاين بيلد فاينانس او بيريت دي بي اف او يارب ما كنش ناسي انسي معايا تحت كده انا عايز اوريلك قدام عيني انا متأكد ناصح بس عايز اوريلك قدام عيني فين مثلا خلينا قدام الصفحة دي يبقى كده بي تي او بي او تي بي او او تي بي او او كلهم رموزهم وشرحهم اهو دمعينك ده الملخص على الدرس في بقى واحد نوع اخير اسمه دي بي اف او ده جميل جدا ليه انت بجيب الشركة الخاصة بتقول لها صمم المشروع جميل وبنيه حلو قوي عملته وبدأ امولي المشروع وشغليه فاينانس و او بيريت انت طب احنا عملنا كل حاجة كده فين بقى الدنيا قالك وعودي شغالة بي لمدة 20-30 سنة بس خلال التلاتين سنة انا كحكومة بقولك ما تاخدش من الناس فلوس الخدمة دي يجب تقدمها مجانا تقولي اما انا هكسب ايك القطاع خاص هقولك انا كحكومة هديكي انا الفلوس سنويا بمبلغ سابت هقولك سنويا لك عندي احنا لقينا الطريق مثلا في المتعصف بيعدي فيه سنويا الف راكب فانا هديكي سنويا مبلغ يقابل الارباح اللي هتجنيها من الف راكب بس ملكيش ضعب الناس بقى متاخديش من الناس حاجة هتاخدي الطولز بتاعتك مني انا بنسميها شادو طولز يعني الارباح اللي بناخدها ايه من الارباح بتدفعها للحكومة نيابة عن المواطنين عشان الخدمة تقدم مجانا بنجيب القطاع الخاص يبني ويعمل ويصمم ويخلص ويشغل المشروع ما ياخدش ملين من الناس احنا بقى كحكومة اللي هندفع له الفلوس مقابل ان يدي الخدمة للناس مجانة طيب الحكومة كده استفادت ايه يابني الحكومة دي ممثل عن الشعب استفادت حاجة مهمة اوي ان يقدمت الخدمة للناس تقول لي دبني بتطع من جيبها اقولك لا الحكومة دي مش جهة خاصة اصلا الحكومة هي الدولة هي البلد فالحكومة لما تدفع الفلوس دي بتدفعها من جيب المواطنين ازاي بالضرائب المواطنين بيتلامي منهم ضرائب من الملتبات واقطعيات بتتقطع من ملتباتهم عشان كل شهر وكل ملتب عشان دي درائب بيقدموا بيها خدمات للناس انت بتدفع فلوس سنوئ شهريا مقابل ان ابنك بيتعلم في المدرسة ما انت مفكر التعليم مجاني لا مش مجاني انت بتدفع ثمنه في الايه في الدرائب الدولة ما بتمنش على حد بحاجة بلاش تبعيش في بلدك وحاس ان الدولة بتديلك حاجة زادة من فضلة خيرها لا يا حبيبي الدولة او الحكومة بتخب منك وتديك انت شغال عند الدولة وبتخب منها وبعدها تقوم تديلها تاني عشان هي تديلك خدمة وهي كذا الدائرة شغالة فيش حد عنده ملكية خاصة في الشقف البلد يديلك منها فاخد حقوقك وانت مبسوط بيها ما فيش حد بيمن عليك بحاجة يعني ده النوع اللي اسمه DBFO ييجي يقولك معناه ايه بنعمل القطاع الخاص بيبني وبيحصل الحاجات بتاعته من الحكومة سنويا طب ده في ميزة ده في ميزة خطيرة جدا اولا في منحامك ييجي يقولك السؤال اللي بيميز DBFO عن بقية الانواع او عن البي او تي مثلا هو ان في DBFO في حاجات حقيقية بتتلمي من اليوزرز ولا ما فيش ما فيش حاجات ما فيش تكاليف بتتلمي من اليوزرز حب ناخدها من الحكومة لكن الناس بيستخدموا استلعب بلاش او المشروع بيستخدموا بلاش سواء بقى طريق مترو او غيره طب ايه اللي يميز النوع ده كشركة خاصة اللي يميز لي ده عن بقية الانواع ان في DBFO انا ضمنه اني ما فيش اي مخاطر ممكن تحصل ليه لاني لو عملت العقد مع الحكومة بالنظام البي او تي وعملت طريق مثلا حلو بيختصر المشوار من القائرة الاسكندرية فجأة دولة بعد عشر سنين من العقد معايا انا العقد بتاعي 30 سنة جات بعد عشر سنين عمل الطريق مختصر يقطع على الطريق بتاعي خالص يبوزه يخلي الطريق الجديد ده اخت اكثر اختصارا منه كده انا الطريق بتاعي اتضرب ما حدش يمشي فيه انا كده خسرته والحكومة تقولي انا ماشي دعوة لمي اغرتك من الناس زي ما احنا بالتفقين فانت ما تضمنش لكن في DBFO حتى لو اتعمل طريق جدير والناس مشيت فيه وطريقك ما بقاش فيه ولا بني قدم بيعدي منه فانت استيل بتاخد ارباحك من الحكومة سنويا بشكل سابت ما لكش دعوة بميلة هيعدي احنا مش بنقيس اللي بيعده ونديك فلوسها من الحكومة لا حبنديك مبلغ محدد مسبقا فـ DBFO افضل جدا لو انت متوقع ان يحصل اي في المستقبل ده كده ملخص الدرس كله هشوف المدة كام بفكر اخلي الاسئلة في فيديو منفصل خليك معايا بص او انا شايف اخلي الاسئلة في فيديو منفصل يعني او انا اشان الفطار فضله وعشر دقيقة احنا في رمضان دلوقتي لو بتسمعها في الدفعة اللي جاية يعني فبص خليها فيديو منفصل بس انا انا حاس الفيديو ده يعني ايبقى خشر وانت عارف فقا ان هو مراجع يعني فاتمنى يكون فتك بأي حاجة يلميلك كده الدنيا سريعا على اهم النقاط واتمنى كنت بقى سمعته قد ما تنتقل معايا للفيديو اللي جاي بتاع الاسئلة فانا هااكد على ده الفيديو اللي جاي بإذن الله فيديو اللي جاي بقى نحل فيها اسئلة الميترم والفايناليز السابقة وربنا معاك ونتقفى الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته